السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي معتنا مع حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الرياضيات فرع كبير درس النهاردة إن شاء الله بعنوان القوى الصحيحة السالبة سبق ودرسنا الدرس اللي فات القوى الصحيحة غير السالبة عرفنا الخواص للأسس المجابة سواء في حالة الضرب أو في حالة الإسمة أو لو كان عندي أكتر من أسس لنفس العدد النهاردة هنطبق نفس العمليات نفس الخواص ولكن على الأسس السالبة وهنتعرف النهاردة مع بعض إيه الفرق ما بين الأسس المجاب والأسس السالب يبقى دورنا النهاردة هنبدأ نعرف يعني إيه أسس سالب إيه هي العمليات على القوى الصحيحة السالبة سواء عمليات الضرب أو الإسمة أو أكتر من أسس لنفس العدد وهنحل بعض التمرين على القوة الصحيحة نبدأ مع بعض أول حاجة عندي القوة الصحيحة السالبة الأس السالب قوة صحيحة سالبة معناها أن أنا عندي عدد لأس سالب بدل ما يكون معايا عدد زي 3 أس خمسة هيكون معايا عدد زي 3 أس سالب خمسة بس أنا عرفت أن الأس ده بيعرفني أن أنا بضرب العدد ده في نفسه كذا مرة أس ثلاثة يبقى أنا هضربه في نفسه 3 مران أس أربعة هضربه في نفسه أربع مرات الأس السالب ده أفهمه إزاي هنبدأ مع بعض عمليات هنحول بيها الأس السالب عندي لأس موجب لما يكون عندنا أي عدد ألف أس سالب مين عندي عدد والأس بتاعه سالب مين علشان أتخلص من الأس السالب وافهم معناه كويس هقلب العدد يبقى خليه واحد على ألف أس مين يبقى القاعدة الأولى بيقول لي عشان أبدأ أخلص من الأس السالب لعدد عندي على صورة عدد صحيح هحوله من البسط للمقام أو بمعنى أدق هجيب معكوسه الضربي هنجيب معكوسه الضربي ودرسنا المعكوس الضربي ترمي الأول معكوس الضربي لأي عدد هو مقلوب العدد يبقى كل اللي أنا هعمله هقلب العدد طيب تعال نطبق على الكلام ده عدد عندنا 2 أس سالب 5 ده عدد لي أس سالب 2 أس سالب 5 هبدأ أتخلص من الأس السالب الموجود عندي عشان أتخلص منه هقلب العدد اللي عندي هجيب معكوسه الضربي يبقى هاي ساوي 1 على 2 أس 5 يبقى 2 أس سالب 5 بيساوي 1 على 2 أس 5 تمام هاي ساوي 2 أس 5 معناها أن العدد 2 هتضربه في نفسه 5 مرات العدد 2 مضروب في نفسه 5 مرات بيساوي 32 يبقى الإجابة 1 على 32 مثال تاني 3 سين أس سالب 7 ناخد بالنا كويس قوي سالب 7 ده أس للسين مش للتلاتة طب أفرق إزاي بالأقواص لو لقيت أقواص تشمل جواها الثلاتة والسين وفي الآخر على القوص فوق سالب 7 يبقى لكل أس سالب 7 إنما السين بس هنا هي اللي أسها سالب 7 يبقى لما أبدأ أبسط العدد اللي محتاجي يتبسط عندي أو اللي محتاجي أن أنا أعدله هو العدد اللي ليه أس سالب أو الرمز اللي ليه أس سالب سين قص سالب 7 هي اللي أنا هجيب معك أسها الضربي التلاتة هتفضل زي ما هي نقول تاني ثلاتة سين قص سالب 7 القص السالب موجود على السين فقط القص السالب للسين فقط ثلاتة القص بتاعها واحد بس طبعا قص واحد عندنا ما بيكتبش يبقى عندي سين عشان أتخلص من القص السالب اللي فيها وحاوله القص موجب هجيب المعكوس الضربي بتاعها يبقى الناتج عندي هيساوي ثلاتة على سين قص سبعة التلاتة زي ما هي في الباست ما تغيرش مكانها وجبنا المعكوس الضربي لسين قص سالب 7 علشان أخلص من القص السالب يبقى هقلب هغير مكانها بدل ما هي كانت في الباست أصبحت موجودة عندي في المقام يبقى ثلاتة على سين قص سبعة يبقى دي الطريقة الأولى لما حول أي حاجة صحيحة سواء عدد صحيح أو رمز ولي قص سالب يبقى أنا هغير مكانه إذا كان العدد ده في الباست فأنا هنقله المقام زي اتنين قص سالب خمسة في الباست نقلناها المقام بقت اتنين قص خمسة عشان أقدر أشيلي السالب سين قص سالب سبعة في الباست نقلناها في المقام سين قص سبعة عشان أقدر برضو أشيل السالب طيب لو كان العدد عندي بقى مكون من باست ومقام ألف على به قص سالب مين عشان نشيل السالب قلنا بنجيب المعكوس الضربي المعكوس الضربي لأي عدد مكاوم من باست ومقام هبدل الباست مكان المقام عشان كده ألف على به قص سالب ميم يساوي به على ألف بدلنا الباست مكان المقام والقص عندنا بقى ميم قص موجب نشوف أمثلة مثال الأول 3 على 2 قص سالب 2 عدد عندي مكوّن من باست ومقام والقص عندنا قص سالب عشان أخلص من القص السالب لازم أبدل الباست مكان المقام يبقى بدل ما العدد جوه الأقواص 3 على 2 العدد هيكون 2 على 3 قص 2 يبقى عشان أخلص من السالب في القص بدلت الباست والمقام كل واحد فيهم مكان التاني طالب هيقول لي تمام أنا عارف قص 2 معناها أن أنا هضرب العدد ده في نفسه مرتين كلام مصبوط يبقى أنا هضرب الاتنين في نفسها مرتين الناتج بتاعها 4 والتلاتة في نفسها مرتين الناتج بتاعها 9 يبقى الصورة النهائية للعدد 4 على 9 سالب تاني 1 على 5 قص سالب 3 عدد مكوّن من باست ومقام القص سالب عشان أخلص من القص السالب يبقى لازم أبدل الباست مكان المقام يبقى العدد الشكل الجديد بتاعه هيساوي 5 على 1 قص 3 يبقى أنا بدلت الباست مكان المقام وخليت القص بدل ما هو قص سالب يبقى قص ايه موجب هبدأ أضرب العدد في نفسه 3 مرات 5 هتضرب في نفسها 3 مرات هتساوي 125 والواحد لو اضرب في نفسه أي عدد من المرات بواحد واخد بالي إن الواحد ما بيتكتبش في المقام يبقى الناتج النهائي يساوي 125 بس مش هكتب 125 على واحد صورة الناتج النهائي هيساوي هو العدد 125 يبقى لو عدد صحيح العدد الصحيح مقام واحد هقلب العدد يبقى واحد على العدد علشان أحول من القص السالب للقص الموجب لو هو العدد أصلا فيه بسط ومقام زي 2 على 3 هبدله يبقى 3 على 2 4 على 5 هبدله يبقى 5 على 4 عشان أقدر أشيل الإشارة الموجودة عندي في القص أو أحوله من قص سالب لقص موجب مثال أكمل ما يأتي سوء للأول المعكوس الضربي للعدد 1 على 2 قص سالب 3 المعكوس الضربي للعدد 1 على 2 قص سالب 3 هو 1 على 2 قص 3 طب انت ايه غيرت إشارة القص طب تغيير إشارة القص ده هيعمل ايه يقول لي معنا أن أنا أغير إشارة القص معناها أن أنا ألبت العدد أن أنا جبت المعكوس الضربي بتاعه يبقى المعكوس الضربي للعدد 1 على 2 قص سالب 3 هو واحد على اتنين قص تلاتة وهبدأ أفك العدد ده في نفسه تلات مرات يبقى واحد في واحد في واحد بواحد واثنين في اتنين في اتنين بتمانية فالإجابة هنا هتساوي واحد على تمانية أخذ بالي من تبسيط العدد نفسه إننا ممكن أبدأ إننا أبسط العدد ده لأبسط صورة العدد واحد على اتنين قص سالب تلاتة هبسطه هيساوي اتنين على واحد قص تلاتة لو أنا بدأت بتبسيط العدد اتنين على واحد قص تلاتة وقلنا الواحد عندنا في المقام مش بيتكتب اتنين قص تلاتة معناها العدد اتنين هيتضرف في نفسه تلات مرات يبقى الناتج بتاع العدد بتمانية ده ناتج العدد نفسه إنما ناتج المعكوس الضربي هيساوي واحد على تمانية مش تمانية هيساوي واحد على تمانية سؤال الثاني إذا كان ألف قص سالب واحد يساوي تلاتة على خمسة فإن ألف بيساوي عشان أشيل السالب من على العدد ألف يبقى لازم أبدأ للبسط والمقام يبقى العدد عندنا هيكون تمام خمسة على تلاتة ألف قص سالب واحد هيساوي تلاتة على خمسة يبقى علشان أشيل السالب من على القص يبقى لازم أبدل العدد أقلبه هبدل المكان البسط والمقام يبقى العدد عندي ألف هيساوي خمسة على تلاتة للتالت إذا كان ألف بيساوي سبعة أس سين وبا يساوي سبعة أس سالب سين فإن ألف في با يساوي نوع عاوز أضرب العدد ألف في العدد با هضرب العددين مع بعض يبقى أنا كده العدد ألف قمت عندي سبعة أس سين هضربه في العدد با سبعة أس سالب سين طب فكرني كده بخلص من العدد السالب ازاي أستاذ بقلب العدد يعني به لما حب بسطها هيكون شكلها ايه واحد على سبعة أسسين طب ما أنا شايف ان ده المعكوس الضربي بتاع ألف يبقى حصل ضربهم بيساوي كام واحد لان اي عدد في المعكوس الضربي حصل ضربه بيساوي واحد حد تاني هيقول لي طب ما انت لسه قيلنا في السؤال الاول ان لو عندي أس موجب عاوز اجيب المعكوس الضربي بتاعه هغير الاشارة بتاع الأس يبقى معنا ذلك سبعة أسسين وسبعة أسسالب سين كل واحد منهم معكوس ضربي للتاني نفس العدد بس بتغيير اشارة الأس يبقى سبعة أسسين وسبعة أسسالب سين كل واحد فيهم معكوس ضربي يبقى حصل ضربهم بيساوي واحد طيب انا هستخدم القواعد بتاع الأسس مثلا اللي احنا درسناها الحصة اللي فاتت في حالة الضرب بعمل لي للأسس بنجمع الأسس طب انا معاي سين وسالب سين يبقى سين ناقص سين صفر يبقى سبعة أسس سفر يساوي واحد لأن احنا درسنا أي عدد أسس سفر عندنا يساوي واحد العدد خمسة سين أسسالب ثلاثة يساوي علشان نبصت العدد بتاعنا سين هي اللي الأسس بتاعها سالب يبقى أنا محتاج أخلص من الأسس سالب هعمل ايه هقلب العدد سين او هغير مكانها هنزلها المقام يبقى الناتج عندي يساوي خمسة على سين قص ثلاثة يبقى لحد كده اعزاء الطلاب احنا فهمنا يعني ايه قص سالب يعني ايه ابدأ احول القص السالب لقص موجب عشان ابدأ ان انا امشي مع خطوات او اقدر ان انا افك العدد او اجيب الصورة النهائية او ابسط صورة دي تعال نطبق بقى الثلاث قواعد بتعنا القاعدة الاولى والتانية والتالتة اللي هو في حالة الضرب وفي حالة الاسمة وفي حالة اكتر من قص النفس العدد على الاسس السالبة اللي عندي تعال نشوف مع بعض القاعدة الاولى عند ضرب الاعداد زادي الاساسات المتشبهة نجمع الاسس ده اللي احنا قلنا الحصة اللي فاتت الف على بيه السميم في الف على بيه السنون يساوي الف على بيه السميم زايد نون الكلام ده بينطبق على الأسس الموجبة وعلى الأسس السالبة سواء الأسس موجب أو كان الأسس سالب اللي اتنين بيطبقوا نفس القعدة طب تعال نطبق كده بمثال 5 أسس سالب 2 في 5 أسس سالب 4 الخمسة الأولى الأسس بتاعة سالب 2 أسس سالب والخمسة الثانية الأسس بتاعة سالب 4 أسس سالب الأساسات متشابهة ده أساسه 5 وده أساسه 5 فنقدر أجمع القصص هجمع القصص يبقى أولي ساوي هكتب العدد خمسة زي ما هي وعندي القص الأول سالب اثنين وهضيف عليه القص الثاني سالب اربعة يبقى سالب اثنين ناقص اربعة عددين إشارتهم متشابهة هنجمعهم وهننزل أي إشارة فيهم سالب اثنين ناقص اربعة يبقى سالب ستة يبقى الناتج النهائي يساوي خمسة قص سالب ستة اللي احنا هنحوله بعد كده عشان نخلص من القص السالب هقلب العدد بتاعنا يلا يبقى الناتج بيساوي واحد على خمسة قص ستة مزبوط يبقى أنا طبقت القعدة جمعت القصص سالب اثنين جمعتها مع سالب اربعة يبقى سالب اثنين وسالب اربعة سالب ستة في آخر خطوة تخلصت من القص السالب قلبت العدد خمسة قص سالب ستة يساوي واحد على خمسة قص ستة المسال الثاني 3 على 2 أس سالب 3 في 3 على 2 أس سالب 5 3 على 2 3 على 2 الأساسات عندي أساسات متشابهة العدد الأول الأساس بتاعه سالب 3 العدد الثاني الأساس اللي أس بتاعه سالب 5 يبقى الأساسات عندي متشابهة ليه 3 على 2 والأسس عندي الأس الأول سالب والأس الثاني سالب هتطبق نفس القاعدة هنجمع الأسس يبقى 3 على 2 قص سالب 3 وهضيف عليه السالب 5 يبقى سالب 3 ناقص 5 سالب 3 هنضيف عليها سالب 5 يبقى سالب 8 3 على 2 قص سالب 8 عاوز أخلص من القص السالب عشان أشيل السالب اللي موجود عندي في القص هقلب العدد هبدل البسط والمقاب 3 على 2 هتبقى 2 على 3 قص 8 نشوف مع بعض القاعدة التانية والتطبيق عليها يلا بي القاعدة التانية عند قسمة الأعداد ذات الأساسات المتشبهة نطرح الأسس كلام سليم لما يكون عندي عملية اسمه بطرح الأسس الأسس الأول ناقص الأسس التاني بالترتيب مش بختار من الكبير للصغير لا ده أنا ببدأ على حسب ترتيب عملية الاسمه العدد الأول الأسس بتاعه ميم والعدد الثاني الأسس بتاعه نون يبقى لما أطرح هبدأ ميم ناقص نون واخد بالي من عملية الترتيب مثال الأول 9 قص سالب 5 على 9 قص سالب 3 الأساس 9 في العدد الأول وفي العدد الثاني القص سالبة العدد الأول العدد الأول القص سالب 5 العدد الثاني القص سالب 3 العملية عندنا عملية اسمه هنطرح الأسس هنطرح الأسس يبقى عندنا العدد الأساس بتاعنا هيتنقل زي ما هو 9 لما أطرح الأسس بقى أخد بالي كويس سالب 5 هطرح منها سالب 3 سالب 5 ناقص سالب 3 ناقص وراها سالب إشارتين ورابعة لذلك هكتبها بالشكل ده سالب 5 زائد 3 لما بتطرح عدد سالب دايما الإشارة معك بتتقلبي موجب لما بنطرح عدد سالب الإشارة معنا بتتقلب لعدد أو بالإشارة العدد بتتحول لموجب لأن عندي إشارتين ورابعة سالب بتاع الطرح سالب للعدد اللي اتنين هيدربوا بعض وهيدوني إشارة موجب سالب 5 زائد 3 أعداد لها إشارات مختلفة هنطرحهم يبقى سالب 2 يبقى العدد 9 أس سالب 2 يلا نتخلص مع بعض من الأس السالب عشان أشيل السالب هقلب العدد يبقى هي يساوي 1 على 9 أس 2 في طالب هيقولي 9 أس 2 معناها 9 هتضرفي نفسها مرتين ممتاز يبقى الناتج النهائي هجيبه في أبسط صورة يساوي 1 على 81 المنسال الثاني 3 على 2 أس سالب 4 على 3 على 2 أساسات متشابهة 3 على 2 العدد الأول الأس سالب 4 العدد الثاني ما عليهوش أسس يبقى الأس 1 العملية عندنا عملية اسمة يبقى هنطرح الأسس 3 على 2 2 أس سالب 4 ناقص 1 هنطرح الأسس سالب 4 ناقص 1 يبقى سالب 5 يبقى العدد عندنا هي يساوي 3 على 2 أس سالب 5 عشان نتخلص من القص السالب هضرب نون في مين مش مشكلة لأن احنا درسنا أن الضرب عندي عملية إبدالية المسال الأول 7 أس سالب 4 الكل أس 5 أكتر من أس لنفس العدد عندي أس موجب وعندي أس سالب هضرب الاثنين في بعض يبقى 7 أس سالب 4 في 5 يبقى هيساوي 7 أس سالب 20 سالب تاني هنتخلص هنا تمام من الأس السالب يبقى 1 على 7 أس 20 7 على 5 أس 2 الكل أس سالب 1 بنفس الطريقة أكتر من أس لنفس العدد هنضرب الأس في بعضها 2 هيتضرب عندي في سالب 1 2 في سالب 1 يبقى سالب 2 نتخلص من الأس السالب هبدل البسط مكان المقام يبقى 5 على 7 أس 2 تعال بقى نشوف مع بعض تمارين مختلفة على الأسس سواء الأسس الموجبة أو الأسس السالبة مثال 2 أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة 5 أس 6 في 5 أس سالب 3 على 5 أس 5 عندي أسس موجبة وأسس سالبة بس الأسسات كلها لنفس العدد يساوي 5 لما نبدأ الحال هذه المسألة بتاعتنا هيساوي 5 أس 6 في 5 أس سالب 3 يبقى هيساوي 5 أس 6 6 ناقص 3 عملنا إيه؟ جمعنا الأسس في حالة الضرب عندي أسس موجب وأسس سالب ضفتهم مع بعض 6 وسالب 3 يبقى 6 ناقص 3 6 ناقص 3 بيساوي 3 يبقى 5 أسس 3 على 5 أسس 5 لحد دلوقتي العدد اللي في المقام زي ما هو آخر خطوة عندي هنا خطوة اسمة هأسم البسط على المقام في الاسمة بنطرح الأسس 5 أس 3 على 5 أس 5 يبقى هيساوي 5 أس 3 ناقص 5 هأطرح الأسس اللي في البسط ناقص الأسس اللي في المقام يبقى 3 ناقص 5 هيساوي 5 أس سالب 2 أس سالب هتخلص منه عن طريق إن أنا هقل بالعدد يبقى هيساوي 5 أو 1 على 5 أس 2 5 أس 2 في المقام معناها إن العدد هيتضرف في نفسه مرتين يبقى هيساوي 1 على 25 يبقى بدأت بعملية الضرب اللي في البسط طبقت القعدة 6 ناقص 3 جمعنا فيها الأسس بتلاتة آخر خطوة أسمنا فطرحنا الأسس 3 ناقص 5 سالب 2 عشان نخلص من السالب ألبنا العدد يبقى 1 على 5 أس 2 5 أس 2 فكناها ضربنا الخمسة في نفسها مرتين يبقى 1 على 25 مثال آخر أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة عندنا العدد سين قص 2 الكل قص 3 في سين قص قص سالب 3 الكل قص سالب 2 مسألة بتاعتنا عندي هنا أكتر من قص للعدد سين اللي موجود عندي في الأول فهنضرب القصص في بعض سين قص 2 الكل قص سالب 3 هنضرب 2 في سالب 3 يبقى هاته ساوي سين قص سالب 6 في سين قص سالب 3 الكل قص سالب 2 هضرب برضو القصص في بعضها بس خد بالك المرة دي سالب في سالب بموجب القص الصغير سالب والقص الكبير سالب سالب في سالب بموجب بعد كده هضرب 3 في 2 ب6 يبقى سين قص 6 عندي عملية ضرب هجمع القصص سين قص سالب 6 زائد 6 سالب 6 زائد 6 عدد معكوسه الجامعي يبقى سين قص صفر الناتج النهائي يساوي واحد أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة 6 قص 2 نون زائد 1 في 4 قص سالب نون على 2 قص نون في 3 قص 2 نون زائد 1 ثم اوجد الناتج عندما نون تساوي 3 بعد ما تبسط المقدار كده وتحطه في أبسط صورة عوض لمكان نون بتلاتة شيل النون وحط مكانها 3 تعال نبدأ الأول نبسط المقدار بتاعنا تادي المقدار بتاعنا بتاع المسألة اتعلمنا من الدرس اللي فات لما يكون عندي أكتر من أساس مختلف فعندي 6 4 2 3 4 أساسات مختلفة عن بعضها الأساسات اللي ينفع تتفك هبدأ أفكها زي مين زي الأساس 6 6 عبارة عن 2 3 زي مين تاني زي العدد 4 ال4 عندي عبارة عن 2 2 2 يبقى هبدأ ال6 عندي هفكها ل2 3 وأخد بالي إن القص 2 نون زائد واحد اللي موجود على ال6 هيتكتب فوق ال2 وفوق ال3 نفس الكلام اللي أربعة فكناها ل2 2 والقص سالب نون اتكتب فوق العددين المقامات تحت مش هتتبسط لأن ال2 مش هفكها و3 مش هفكها ناخد بالنا إن عندي عدد يختصر ما بين البسط والمقام 3 قص 2 نون زائد واحد موجود في البسط وزايه بالضبط موجود في المقام هنختصره أصبح كده ما فيش أساس 3 ما عندي في المسألة كل الموجود عندي أعداد لها الأساس 2 اللي في البسط عندي ضرب معناها إن أنا هج معي الأسس يلا نضيف الأسس بتاع البسط كلها على بعضها يبقى 2 قص 2 نون زائد واحد اللي كان موجود في العدد الأول ومعها سالب نون وسالب نون اللي موجود في الأعداد الأخيرة على 2 قص نون اللي في المقام زي ما هي خد بالك في البسط في القص 2 نون لما اطرح منها نون يفضل نون ولما اطرح منها النون الأخيرة ما يفضلش حاجة فهيفضل عندي في البسط 2 قص واحد قلنا قص واحد ما بيكتبش والمقام زي ما هي هو 2 قص نون آخر خطوة عندي عملية اسمة هطرح الأسس يبقى واحد القص بتاع البسط نون القص بتاع المقام يبقى الناتج النهائي 2 قص واحد ناقص نون بالصورة النهائية الأبسط صورة أنا كده اختصرت بس ما خلصتش حل المسألة المسألة هتخلص بعد ما شيل النون واكتب مكانها 3 يبقى عندما نون تساوي 3 قيمة الناتج بتاعنا هاي يساوي ايه يقولي العدد 2 قص واحد ناقص نون هيبقى 2 قص واحد ناقص 3 شلنا النون وكتبنا مكانها العدد 3 يبقى هاي يساوي 2 قص سالب 2 نخلص من القص السالب هنقلب العدد يبقى هاي يساوي 1 على 2 قص 2 2 قص 2 يبقى العدد هيتضرف في نفسه مرتين يبقى 4 يبقى الناتج النهائي هيساوي 1 على 4 يبقى احنا النهاردة أعزائي الطلبة والطالبات اتعرفنا مع بعض على القص السالب ايه هو طبيعته ازاي ان انا بتخلص من القص السالب وبحول عندي العدد اللي فيه قص سالب لأعدد القص فيه يكون موجب واجيب الناتج بتاعي في ابسط صورة حلنا مع بعض مسائل وتمارين مختلفة تربط ما بين القص الموجبة والقص السالبة ده كان درس النهاردة وان شاء الله نشوفكم مع بعض في درس جديد من دروس الرديات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة